فإذن الإنجيل هو الأخبار الصارة البشرة الصارة فإذن ما هو موضوع هذا الإنجيل؟ الإنجيل بكل بساطة بيتكلم عن محبة الله الإنجيل بيتكلم عن قصة فداء المسيح ففي البشائر الأربعة بيتكلم عن سيرة يسوع فمثلا إنجيل لوقة بيتكلم عن طفولة يسوع وعن ولادة وطفولة يسوع لاحظ يحنى ما بيكتب عن طفولة يسوع لأنه كتب حوالي سنة تسعين ميلادي يعني كل الرسل ماتوا لكنه يتكلم عن الكلمة الأزلة واسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات كتبها شاهد عيان اللي هو الرسول يحنى في رسالته الأولى رسالة الرسول يحنى الصحاح الأول فبقول الذي كان من البدء في إنجيل يحنى بقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا في رسالة بقول الذي كان من البدء الذي سمعناه يعني في تجسد المسيح الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا طبعا في مجيء يسوع المسيح الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح فإذن هنا بيتكلم حتى يحارب بدع بدع التي كانت تنكر لهوت المسيح فإذن الإنجيل هو بيتكلم عن فداء الله عن محبة الله أيضا الإنجيل بيتكلم عن سيرة حياة يسوع ولادة يسوع طفولة يسوع ولاحظ مع العلم أنه لا يوجد أي شيء مكتوب في الإنجيل إلا إذا كان في قصد روحي فنحن المسيحيون لا نتبع المسيح كأسوة يعني نحن نتبع المسيح كقدوة كمثال كل مسيحي عاوز يتشبه بيسوع المسيح فلا توجد عندنا الفتاو الكثيرة شو كان المسيح بيلبس شو كان بياكل شو كان بهذه المواقف دائما بيركز على الأمور الروحية في حياة يسوع المسيح وطبعا كان نفسه أنه يعني كل واحد بيتمنى أن يكون فيه إشياء أكثر يعني اتكتبت ولكن كل التركيز كان على هوية الرب يسوع المسيح خلينا أقرأ في يحنى إصحاح 20 والآية 30 وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه يعني كل الغرض من بشارة يحنى هو الإيمان بالرب يسوع المسيح فالإنجيل بيتكلم عن محبة الله بيتكلم عن فداء الله فالإنجيل هو الأخبار الصارة المفرحة كورنتس الأولى إصحاح 15 في مكتوب أعرفكم بالإنجيل الأخبار الصارة الذي به أيضا تخلصون شو هو الإنجيل بيختصره بتلت كلمات أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبأيدها طبعا بكمالة الإصحاح في إصحاح 15 بظهرات المسيح المتعددة لمدة 40 يوم في إثبتات في أدلة في الشهود هذا الإنجيل أحبائي هو الأخبار الصارة هو الأخبار المفرحة وعلما أنه إذا تلاحظ في سفر أعمال الرسل وفي الرسائل بيركزوا على الأساسيات الإيمانية والعقائد الرسمية المسيحية بيتكلم عن التبرير مثلا في روما تبرير بالإيمان عقيدة الاختيار التبني التقديس التمجيد الخليقة الجديدة وهكذا يعني بيتكلم عن العقائد بيشرح كلام يسوع أو البشائر الأربعة من حياة يسوع المسيح لاحظ أن الكرازي كانت مش في ولادة لم يكرزوا بولادة يسوع ولا بحياة يسوع مع أن حياة يسوع أخلاقيا لا مثيل له ولا كرزوا بمعجزات المسيح ولا كرزوا حتى بتعاليم المسيح مع أنه لا يوجد معلم أو واحد صنع الآيات البينات الخارقات كما فعلها يسوع يكفي أن وجود حضوره كان معجز في كل مكان كان يقيم الميت يطهر الأبرس يفتح عيون العمي يشفي المرضى هاي الأخبار الصارة المفرحة أنه جاءت رسالة الخلاص وهذا ما يتكلم عنه رسول بولوث فلماذا يستحي الناس بتستحي بأمور كتيرة في ناس لدرجة للأسف بتستحي بيسوع عشان ترضي الناس وفي ناس بتستحي بيسوع بل تنكر يسوع المسيح وبتروح للجحيم مشان زواجه أو طلاق أو مشان يعني مصلحة خاصة أوراق أو كده بيغير دينه بيستحي في يسوع وبيروح على جهنم ولأنه من استحى بيه أمام الناس أستحي به أمام أبي الذي في السمواء فهي مشكلة خطيرة جداً عندما يخجل الإنسان من يسوع المسيح كما ذكر هل يوجد شيء يخجل في المسيح؟ صدقوني لما بقرأ الكتب يا على الفضايح والسير والكدى ما فيش داعة أنا أتكلم فيها من هذا البرنامج أنا بحب أركز على يسوع المسيح اللي هو مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال بل هو كمال الكمال أبرع من كل بني البشر انسكبت النعمة على شفته المسيح كامل الأوصاف لا مثيلة له فمش حقارن المسيح في أي شخصية أخرى لأنه كما أذكرها دائماً أصلاً عيب عيب يعني ممكن نقارن مثلاً رسل في شخصيات أخرى برضو كمان عيب ولكن شخصية المسيح متميزة فريدة لا مثيلة لها فهو الكامل اشتركوا في القناة